ربما ساعدها على الهدوء قرار لوزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام محجوب بوقف تنفيذ قرارات الإزالة تلك القرارات التي تسببت في المصادمات التي جرت بالأمس لكن طبعا شهود عيان قالوا لنا بأن الشرطة استخدمت القوة في مواجهة الأهالي الذين اعترضوا على قرارات الإزالة كانت هناك بالتأكيد إشعارات واختارات للأهالي لكن المسألة والمشكلة مكي في أن هذه المنطقة هي إحدى المناطق العشوائية المنتشرة بالعشرات حول القاهرة هذه هي القنبلة الموقوطة كما يسميها خبراء التخطيط في مصر والتي تهدد الأمن المصري وتهدد حتى الأمن القوم المصري كما قال بعض المسؤولين وبعض المهندسين المتخصصين في التخطيط هناك أكثر من حي ربما يجيء الدور عليه في هذه القضية الحساسة والتي تسبب تحديات خطيرة جدا للحكومة المصرية